وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم مشيرا إلى تخصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز الممارة للمؤتمرات الدولية فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكملة والدعم النقدي والاستمرار عمليات توزيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية فضلا عن صدور القانون الخاص دعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطناه دلوقتي فيه الرقم اللي أول دولة الرئيس قالنا عليه اللي هم إلى عشرة مليار إن شاء الله